واحد من اهم الاسماء تاريخية في منتخب الكونغو الديمقراطية واحد من الاسماء الكبيرة للعبة فاندية جبيرة زي اندلقت البلجيكي باتو كابونجو اللعب الكونغولي معايا الان عبر الهاتف نسأله عن هذه المواجهة الكبيرة اللي هتجمع منتخبنا الوطن ان شاء الله بمنتخب الكونغو الديمقراطية غدا يا فاندين مساء الخير مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 مساء الخير عليكم جميعا حابة بس مع رأيك في البداية بكل تأكيد عن مباراة الغد بين المنتخب المصري والمنتخب الكونغولي حسنا بالنسبة لي هي مباراة ككل المباراة لسيما وان مصر والكونغو تعتبر مباراة ديربي المباراة بالتأكيد صعبة في هذه الكانوة بها الكثير من المفاجأات واعتقد المباراة ستكون قصية على الفريقين غدا منتخب الكونغو رغم ان هو جمع سلاس نقاط فقط في دور المجموعات ولكنه اظهر مستوى جيد في الثلاث مباراة للعبهم هل تتوقع ان الكونغو بكرة تظهر وجهة اقوى من الوجه اللي اظهرته في دور المجموعات نعم نحن نلعب لكي نحصل من مستوانة وكما تعلم ان مباراة دور المجموعات يختلف واذا كانت الكونغو حصلت على ثلاث نقاط في مرحلة المجموعات فان مصر ايضا تأهلت بنفس الرصيد من النقاط الى المرحلة التالية غدا تبدأ مصابقة جديدة غير التي كنا نعرفها هل تبعت مباراة منتخب مصر الماضية في كعس الاهم في دور المجموعات ولو تبعت المباراة كيف ترى مستوى منتخبنا الوطن المنتخب المصري من الصعب الحكم على اي فريق ومن الصعب ايضا الحكم على الفرق في هذه البتولة ولكن يبقى ان مصر فريق نطابعه منذ زمن حينما تتحدث عن مصر فانت تتحدث عن سبعة نجوم تزين القميص الوطني للمنتخب المصري هل ترى ان غياب محمد صلاح سيكون مؤثر بشكل كبير على منتخب مصر في مواجهة الكونغدا بالتأكيد هو لاعب من طراز رفيع ومباريات مثل هذه تتطلب لاعب بهذه الجودة وبهذه الخصائص ربما لا اخفي سيرا اذا قلت ان انا ربما سنراهن غدا على غياب محمد صلاح كي نخطف الفوز من الفريق المصري هو لاعب يلعب في مستوى عالي جدا 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 وبالتأكيد غيابه يريح الدفاعات الكونغولية بالغد باتو كابونجو نجم منتخب الكونغو الديمقراطية ونادي اندر لغة البلجيكة السابق انا بشكرك شكرا جزيع على هذه المداخلة بص انا اخر جملة دي بالنسبة لي تخلص حياتك تلاوش قالك احنا في الكونغو بنراهن ان احنا نكسب بكرة بسبب غياب محمد صلاح تاني قالك احنا في الكونغو نراهن قال لي ماخفكش سرا يعني احنا بنراهن ان احنا نكسب بكرة عشان غياب محمد صلاح من منتخب مصر طبعا دي في الاحلام ان شاء الله متتحققش يحلم هو وكل الناس اللي في الكونغو حبائلنا وجمال بس ان شاء الله نكسب بصلاح بنقول صلاح هنكسب بس انا بفاهمك لما بنروح نلاقي منتخب في كرة افريقيا اي منتخب في الدنيا وانت معاك محمد صلاح انت داخل مخوفه كده كده اه بيخاف طبعا من اسمه منتخب مصر بس محمد صلاح ما احنا كنا كده يا جماعة كنا بنخاف لما بنلاقي بالكود دي فور عشان عندها درقبة كنا بنخاف من الكاميرا عشان عندها صام قلتو بغضر نظر حكنا بنكسبه معادي بس في اسمه كده تخوف تمام ايجي حد يقول لك اسمه محمد صلاح عاملين منتخب مصر يا دا يا دا عيب ماشي مش عايز افتحنا للحكايات الاديوة دي عشان نركز مع منتخبنا بكرة ان شاء الله موسيقى